بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة هو مش خبر واحد هو اللي جميل بالنسبة الأولى وتانية لا ده احنا عندنا خبرين أجمل من بعض أول خبر من الآخر انسى الترم الأول وهنعرف التفاصيل خلال الفيديو والخبر التاني ان رسميا الامتحانات هتكون منتهية اللي هتمتحنوا في كل امتحان كده ده منتهي وهنشوف برضو تفاصيل الخبر تابعوا معي تعال نشوف مع بعض بالدليل من وزارة تربية والتعليم ولكن في البداية بتشتدعموني وتعملوا لايك للفيديو ورسة مشتركتش اشترك وفعل زر الجرش ونتابع معنا كل جديد احنا اتفقنا ان هجي لك تقدير عام هجي لك في الطاقة النجاح عمود تاني بالتقدير العام على اجمال المواد بتاعتك فلو تقديرك العام ده على اجمال المواد ده عندك تقدير العام أعلى من ضعيف يبقى انت كده ناجح الترم الأول واكتياز في الترم الأول خلاص لان حتى لو عندك مادة في الرمادي او مادتين في الرمادي بقى المواد مش هكون في الرمادي اكيد مقبول او جيد او جيد جدا فبالتالي تقديرك العام هيكون اعلى من ضعيف فكده تعتبر انت ناجح الترم الاول يبقى انت كده خدت اجتياز الترم الاول والدرجات الاهم هي بتاعت الترم التاني اللي هي المجموع الرئيسي للسنة محدش يشغل دماغه بالدرجات انه هو جاب درجة مثلا معينة قليلة او عالية في مادة الترم الاول لان كده خلاص رسميا من وزارة تربية والتعليم انت كلكم نكحين اللي هيجيب تقدير عام اعلى من ضعيف خلاص انسوا الترم الاول وركزوا في الترم التاني بصوا كده معايا من على موقع الدستور بشرة صارة لطلاب اولى وتانية كشفت وزارة التربية والتعليم عن مفاجأة للطلاب وقالت الوزارة في خطاب عمم على المدريات حصلت الدستور على نسخة منه ان الطالب ناجح اذا حصل على تقدير عام اكتر من ضعيف واضفت الوزارة ان الطالب اللي واجهته مشكلة في الامتحان في الترم الاول يعتبر اكتياز في المادة اهو دي الخطابة هو بصوا الخبر التاني الجميل ان امتحان شهر اربعة هيكون شامل منهج تلاتة واربعة وخلي بالكم الحتة دي يعتبر المحتوى الدراسي اللي ادى فيه الطالب الامتحان منتهيا يعني انت كده خلاص طالما امتحنت في شهر اربعة يبقى منهج شهر تلاتة وشهر اربعة ده كده منتهي وبعد كده هتمتحن شهر مايو فيما تم دراسته في مناهج شهر مايو فقط وده خبر تاني جميل